القرآن العظيم سيدي ما نزل لإطراب الناس القرآن كلام خالق الأكوان الدستور الإلهي الأخير للبشرية المطلوب مني أن أحسن صوتي به ما أستطيع لأحبب الناس به فيفهم معانيه لا أن أصدهم عن معانيه بالتطريب الزائد والرفع الزائد للصوت والانتقال من مقام إلى مقام ويجلس لهذا يقول أيوة انتقل منه بدأ بالرصد انتقل إلى البيات أتى بالصبا أتى بالسيجة ما عد قرآن هذا ما عد قرآن يا سيدي هذا ما عد قرآن القارئ يقول عندي تسجيل لأحد الصييتين ونقول ذوق عذاب الحريق يقول للجالسون الله هو مستمتع بالنغمة ربنا يزيدك يا مولانا لك شو بنا يزيده هو عم يقول ونقول ذوق عذاب يقول له ربنا يزيدك يا مولانا صدوا على النبي يا أخوانا شو دخل الصلاة على النبي في هذا المقام أنت الآن في مقام فاستمعوا له وأنصيته أحسنتم مو الله إذن هنا التطريب الزائد أخرج النص القرآني عن المقصود الأعظم من إنزاله إلى أن صار نصا كأي نص كان تحسين الصوت خادما للنص القرآني فصار النص القرآني خادما للنغام الناس انصرفت قلوبها عن المعاني التي أرادها الله إلى الأنغام فتجد الواحد منهم يعني يتمايل وكذا اسألوا بالله عليك أتتمايل للمعاني التي أودعها الله في هذه الآيات فإن كان صادقا سيقول لك لا كنت أنتبه كيف انتقل من المقام الفلاني إلى برشاقة يا أخي افعلوا هذا بالأناشيد بارك الله فيكم افعلوا هذا بالأناشيد والمدائح والابتهالات ما شاء الله خذوا راحتكم في كلام البشر أما كلام رب البشر فلا وألف لا نعم أحسنتم دكتور